هتقول لي وماله انا بقى هروحنا للجماعة بتوعه وماله ما اسرائيل تجيلها المية ايه القصة يا عم فلسطين ايه تتحرق فلسطين بجازي سويد طيب اولا اللي هيقول لك كده بقوله روح اتعلم يا حبيبي الاول عشان تعرف ان اللي انت بتقوله ده جاهل ببساطة جديدة لو اسرائيل بقت دولة مصب اسمع بس مني خد مني الكلمتين دول ومع لش علي يسجلهم على الثاني لو تحولت اسرائيل الى دولة مصب للنيل هيبقى على اسرائيل ان تحمي عسكريا مصالحها الامن القوم المائي بتاعها من اوغندا لحد صحراء النقد بس فتح موخك معايا والحاضر يعلن الغايب اللي لوقتي مع ليفربول ومبسوط قوي وكاننا انجليزي يعني اسحاب كويس يعني لو اسرائيل تحولت الى دولة مصب للنيل هيبقى الامن القوم المائي لاسرائيل من اوغندا لحد صحراء النقد بمعنى ان اسرائيل هترائب وتتحكم في كل ما يخص النيل من اوغندا الحاد ما يخص عندها النيل بما في ده مصر بمعنى ان اسرائيل ممكن تتحكم فيه كل ما يمس النيل في مصر يعني ترفع عليك قضية تضربك بالنار تولع فيك لان اصبحت اسرائيل مستفيدة من النيل واسرائيل مش هتقعد كده تفتح لاجليها كده واجليها الميا لا ده هتحمي الميا دي هتحميها يعني تدخل في شؤونك يعني لو فين نزاع بينك وبين السودان اسرائيل تدخل لو فين نزاع بين قصيوت وسهاج اسرائيل تدخل اسرائيل هتحمي الميا من اوغندا لحد ما يخص صحراء النقم اذا اسرائيل هتتحكم في دول حد النيل بقول للاخ اللي بيقول لكم مالو اسرائيل تشرب مش بادل ما نموت من العطش وكأن دول الحلين